طيب وردتنا بعد المدخلة حول هذا الموضوع نبدأ مع حسن الرداني يقول أتساءل معكم لماذا الكتابات التافية هي التي نجد لها تفاعلا كبيرا وتعليقات كثيرة على عكس كل ما هو إبداع وهل نكتب لنكون مرئيين بتأكيد أننا نكتب لكي نكون مرئيين ومسموعين وإلا سأكون أكتب لذاتي داخل غرفة وأغلق على نفسي وإذا أرد أي شخص أن يقرأ ما أكتب أقول له ابتعد عني فأنا أكتب لذاتي فأنت تكتب للآخرين لكي يتفاعل معك الناس لماذا؟ لأنك تريد أن تطور ذاتك تريد أن تستفيد تريد أن تتعلم إذا كان هذا هو المبدأ الذي تقوم عليه الكتابة فهذا شيء هام جدا جدا أنك تريد أن تطور ذاتك إذا كانت الكتابة بغرض تحقيق مقارب أخرى أو إثبات ذات من أجل السيطرة والتحكم في الآخرين ومن أجل التعنط في الرأي فهذا شيء يجب أن يعاد فيه النظر وقال أيضا لماذا الكتابة التافهة هي التي تجد لها صدى طيب؟ هنا عندما أقول شيء تافه يجب أن تكون لدي أداة قياس علمية لكي أتعرف على معنى التفاهة لنتصور أن هناك تفاهة متفق عليها في جميع دول العالم ممتاز سحراوي سعيدة قل التقدم التكنولوجي بالأخص الثورة التكنولوجية التي أحدثتها الشبكة العنكبوتية ألزمت كل المجالات بمواكبتها ومن بين هذه المجالات نجد الأدب الكثير من الكتاب وكذا الأشخاص العاديين أصبحوا يشاركون أفكارهم مع القراءة عبر هذه الشبكة حدثنا قبل ذلك عن هذا الموضوع وهذا أمر محمود وجيد وأنا سأصارحكي القول كما العاد دائما أنه أستمتع كثيرا أحيانا ليس كثيرا تراجعتي نسجل هنا تراجع من حقي تراجع يدلقي شوية غروقي البحر غرق أستمتع أحيانا ببعض الكتابات الجميلة الأنيقة والمذهشة والتي تتحدث عن بعض الأمور التي قد تكون في الحياة مجموعة من التفاصيل من عمق حياتنا اليومية من عمق حياتنا اليومية بعض التفاصيل التي نعرفها ولكن لا نلقي لها بالا تلتقطها بعض الأعين وتحدث وحدث جميلة أنيقة وخصوصا عندما تكون مكتوبة بلغات أنيقة وغير مباشرة وفيها ما هو متضمن وفيها الإحاة والتمريرات نعم هذه الأمور موجودة رائع